أهلا فيك أستاذ خليل أنت معنا مباشر نعم أولا بدي أسمع هيك قراءتك لهيدا اليوم التحركة الاحتجاج لأهل ضحايا المرفأ من أمام قصر العدل ومثل ما عرفنا أنه حاولوا اقتحام وزارة العدل نعم أول شي خليلي بلش جاوبك مش بس على هالسؤال على كل شي عم بدور حولي نعم أولا أهالي الشهدة عم بيتعاملوا بطريقة مذلة مش من هلأ من وقت يبلش التحيق وعدونا بأول ما صارت الانفجار أنه بعد خمس سيان برضي يتحدد تتحدد المسؤوليات رح يمرق خمسين سنة وما رح يتحدد شيء وما في شيء راح بين إيدان السلطة للتحيق من كذا سنة اليوم وبيّن مين الفاعل هاي تنبلش من هون وبالتالي تحرك أهالي الشهدة أنا معه مية بالمية وأنا بفهمه وبتفهمه ما فيه أي تحقق على التحرك اللي عم بيعملوه هلأ الحديث إنه حاولوا يقتحموا أثر العدل هيدا حديث كبير يعني هوني نتكلم إنه فيه شي جحافي الأربعمية خمسين شخص عم بيكسروا بدون يفوتوا وهذا شي مش صحيح حصل إشكال على الباب صار فيه تجاوزات من الطرفين من القوى الأمنية ومنهم هنه من البعض منهم وتدخلوا العقلاء يلي كانوا موجودين مع أهالي الشهدة لفض هالإشكال ودفعوا عن القوى الأمنية فإذا خلينا نحط الأمور بمحلة مش قصد فيه محاولة لإحتقاء اقتحان قصر العدل هيدا شي غير صحيح هيدا إذا بدك جواب مباشر على اللي أنت قلت لي إن الشي اللي بدي أقلك نجح السناء المسلح أنه سناء الشيع السناء المسلح اسمه حزب الله وأمل وأمل رئيسه رئيس مجلس النواب اليوم هو مسؤول عن السلطة التشريعية قدي أسأله شو عمل لحتى حقيقة إنجلة شو ساعد جسم الخضائي ليقوم بالتحيقات متل ما لازم شو ساعد النيابة العامة؟ ما عمل شي عرقل ولما نستضعي أحد وزراءه للتحقيق بتحديهم بنصف ناجس وزراء وزير تاني وقال إنه خلي حدنا يسترجي يطلع فيه وبالمقابل بيطوقف نون وبيطوقف غير النون وبيطوقف شو هالمهزلة ما عم بيشوفوا حيالهم بالمرأية أو الجماعة ما بقى في حياة معهم أنا ما بحياتي حيك هيك على الألم أسهو بجماعة إذا تطلعوا على المرأية إذا بزعتي بوجهم ده وينك الدنيا عم بتشتي ضربوا السلطة التنفيذية ضربة السلطة التشريعية مشلولة كان فيه السلطة الخضائية السلطة الخضائية أول شي رئيس جمهورية معمضة مرسوم التشكيات الخضائية وثاني شي استعمال الخضاء بصورة خبيثة لعرقلت الخضاء ترعوا برعوا فيها شلوه للقابل بيطار 13 شهر وكان فيه محاولات دقوضة لحتى يجيبه قاضي نعجي خروف ويعمل حاله مش شايف شي ويروح الملس متل ما راح ملس متل ما راح اتملسات تانية هيدا أكتر من هيك شو بدي يقلك بعد على الهوار اوضي جماعة قد ما تحكي معهم كأنك عم تحكي مع الحيط اوضي جماعة عايب واحد يضيع وقته ويحكي عنهم حتى ما لازم نحكي عنهم عم نعطيهم شرف كبير انه عم نحكي عنه على الاعلام شو بدي يقلك اكتر من هيك حضرت العميد اليوم المعركة القضائية بين القاضي بيطار والقاضي عويدات لوين اللي حتوصلنا برأيك انا ما بحياتي اذا بتطلعي على كل شيء يمن وقت ما بلاش اطلع للعلام على صفحتي بالفيسبوك على تويتر ما بحكي عن القضاء لا سلبا ولا اجابا لا ذاقف للقاضي بيطار ولا ذاقف للقاضي تاني مفتوض فيها انا ما بفهم بالقضاء ولا بعرف الاولين كيف تستعمل الطريقة الصحيحة او كيف تستعمل الطريقة الغلط انا شخصيا ما بقللي كما عندنا توصى الموضوع بايد الرئيس سهيل عبود الرئيس سهيل عبود ما شده بنزهته باستخامته وبفهمه عنده مسار طويل عريض وراه وعم بيواجه لوحده او مع بعض الاعضاء مجلس القضاء الاعلى عم بيواجه منظومة يعني هاي الكلمة مش كلمة معظومة عبواجه الكل عم بواجه الكل الكل بده يمسح القانون الكل بده نحطه ناس بمراكز يعملون مماسح ان كان القاضي بطار ولا غيره بده ان يمسح على القاضي كل شي واسخ بده ان يمسحه القاضي لذلك الامر يعود المجلس مجلس القضاء الاعلى يلي كان مفروض ينهايب لهم ساع واحدة واسخة انه لم يتم انعقاده لاشباب ما بعض شوية فيه فيه بفاوضات فيه في بعض التدخلات في بعض ما اجهو ما بعرف هذا اللي سنعته بالاعلام ما عندي مصادر غير الاعلام وغير بعض الشباب اللي موجودين تحت برا اللي ما بيعطش فاوضات يجوه نعم شكرا لك الدكتور خليل الحلو عميد المتقاعد على هذا المداخل